قتل أربعون شخصا على الأقل في قصف لطيران النظام السوري بالبرميل المتفجرة بريف حلب الشمالي وقال المرصد السوري لحوق الإنسان أن القصف استهدف مناطق في مدينة الباب وبلدة بزاعة بريفها التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وأشار المرصد إلى أن الطيران المروحي قصف ببرميل متفجر اليوم منطقة في حي باب الحديد بمدينة حلب ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية من جانب الآخر انهار جزء من السور الرئيسي للقلعة الأثرية في مدينة حلب في شمال سوريا والمدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي جراء تفجير نفق في محيطها وفق ما أعلن الإعلام الرسمي السوري والمرصد السوري لحوق الإنسان وقال المرصد أن التفجير تسبب بنهار جزء من السور الرئيسي للقلعة إلا أنه لم تتضح بعد هوية منفذي التفجير ترجمة نانسي قنقر